اشتركوا في القناة اكسادنا للبرد اقوى طب ايه اهم العناصر الغذائية اللي لازم نواظب عليها في الفترة اللي جاي او فترة الشتاب التحديد اكتر وقت برد في السنة اسئلة كتيرة جدا جدا هنعرفها النهاردة واجاباتها مع ضفنا اللي منورنا الاستاذ الدكتور مجدي نزيه استشاري التفقيف الغذائي ومنور الدنيا يا دكتور تسلام يا فندم شكرا جزيلا وانا ما استحقش تقديم لا تتستحق اكتر من كده والله يا دكتور وحتشوف دلوقتي لما هنعلن للناس ان احنا لايف على صفحتنا صفحة البرنامج استاذ محفوش يكذبه على فيسبوك فكل حضراتكم لو عندكم اي سؤال خص موضوعنا او اي موضوع ليه علاقة بالتغذية يبعطونا وان شاء الله دكتور مجدي هيجاوب على اكبر كم من الاسئلة طيب نبدأ بالموضوع اللي محايرنا كلنا كل سنة شتاب يجي الحمد لله بنتفاجئش يعني برضو بنطلق ناكل ايه عشان المناعة ناكل ايه عشان البرد ما يهجمش عينا الهجوم القاسي الشرس اللي بيهجومه علينا تمام خلينا نتفق ان احتياجات الجسم لا تتغير شتة صيف خريف ربيع هي الاحتياجات واحدة ما ينفعش اقول ان انا في الشتة هاكل كذا مش اكله في الصيف لان في الصيف جسمي ما بياخدش اجازة الجسم محتاج تلت حاجات رئيسية علشان كده لازم غزائي يكون فيه التلت حاجات عشان يحقق الجسم محتاج مواد طاقة مواد الطاقة زي ما انا محتاجها في الشتة محتاجها في الصيف لان حتى لو انا ما بتحركش قلبي ما بيقفش الرئيس ما بتقفش فلازم يكون فيه مواد طاقة ليه نشويات او السكريات او الدون بس النشويات اكثر امانا يعني عيش رز مكرون عجين اللي موجود عندي حسب المتاح الحاجة التانية كل يوم ملايين من الخلايا بتموت في الصيف وفي الشتة وفي الخريف وفي الربيع وبالليل وبالنهار ملايين الخلايا بتموت يبقى لازم ااخد بروتينات سواء البروتينات دي لحوم او دواجل او اسماك او بيض او قلبان وكل منتجاتها او بقول اكلها في الصيف اكلها في الشتة واحد جسمي كل عملياته حيوية يبقى لازم يكون حاجة الديني جرعة فيتامينات محترمة مجموعة المعادن كاملة الانزيمات والهرمونات والمركبات العضوية اي طبق الصلطة الخضرة ده اللي نقدر نقول احتياجات الجسم ولكن سؤال حضرتك غاية في الاهمية باشكر حضرتك عليه جدا اللي نفكر روحنا بي ايوه اكل ايه في الشتة اكل الغذاء الموسمي الله ينور عيكا دكتور نسا كنت هقول لك حاجة برضو بخوضي حاجات في الصيف مش موجودة في الشتة بالزبط صحيح لقد كمان جزئات صغيرة سمقني هي شوية لقم مني تفضل يا فرد انت قولت نركز عن نشويات كأول حاجة بس النشويات جيت قبل كده قلت لنا بعيدوا عن الديق لابيض مظبوط بس ما هو الدنيا بتخش في بعضها فاتفضل مش هقاط عكا عيش بلدي هو ده الايديال ده المثالي أبو ردى أبو ردى البلدي اللي هو رغي في التموين اللي ما بيعجبش الناس ده زي الفل زي الفل وأصح حاجة شوية هاخد شوية روز هاخد شوية مكورونا مجرش حاجة بس المسامنة قليلة يمكن أقال اللي تدهون فيها وكمية صغيرة النشويات أأمانهم هاخد بروتينات المتححنتي ومعهم طبق الصلطة الخضرة اللي الفرنسوين بيسموه جارد منجي حارس الوجبة يعني لابد يكون موجود صف شتة أساسي أساسي والصلطة الخضرة لازم تكون خمس ألوان حد أدنى عشان تغطي لي مجموعة المعادن مجموعة الفيتامينات الإنزيمات الهرمونات وكذا مراقبة الوضوية حلوة أجي في الشتة ربنا جاب لي الألقاس جاب لي المادة المخاطية اللي فيه الكورتزونية الرائعة جدا دي مضادة أورام وجاب لي معها تركيبة نشا في الألقاس جاب لي معها في البطاطا نشا لأنه عارف إن الشتة أسع فبيديني شيء المناسب على أده إنما عشان أنا أبتدي أنا أجود واكل لا أخد ضعف احتياجاتي أعمل لنفسي مشاكل ففقط ألتزم به أما بيجي الصيف ربنا بيجيب لنا المادة المخاطية الجميلة دي في البامية والمولوخية معها رابط معها شوية فيتامينات ومعادن مش نشا زي الشتة أما أنا أصلا تونس سنة الحمد لله بالضبط سنة أول مرة أعرف إن الألقاس والمادة المخاطية اللي فيه دي مادة مضادة للأورام أه طبعا إيا والمولوخية المادة برضو المخاطية اللي فيها عظيم دي مواد ربنا دايما هو صالح بيقدم كل ما هو فيه صلاح إحنا بنبوز النعمة دي بإن أنا أترمي على أغذية معينة وأتجنب أغذية أخرى نعمل ربنا الدهالنا طبعا أخذ الشيء في موسمه مش شطارة إن أنا أكل البطيخ في الشتة إن أنا أكل الجوافة في الشتة دي مش شطارة ربنا مش عاملها كده إنما الهندسة الوراثية وي وي اللي أنا ابتدعتها اللي خلفتلي مشاكل حتى المنجة بقت موجودة في الشتة ودي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة إننا إحنا ما دخلنا بوزنا الدنيا وأكبر مثال لكل الناس عرفها التدخل الجيني في الأمح جاب لبعض ناس مشكلة الجلوتين طيب فعشان كده بنقول الغذاء الموسمي وأراعي إن واجبتي تكون سلسيتها لبعد في جميع الأوقات حلو على ما نفتح كمان لأن ما شاء الله الصفح عليها كتير من التساؤلات المواد اللي هي مضادة للأورام زي المادة المخاطئة اللي في القاس وفي غيره دي ممكن تبقى وقائية وعلاجية يعني لولحد لقدر الله بيعاني من بعض الأورام يركز عليها ولو حد سليم ياخدها كرفع المناعة بالزبط كده طيب إيه كمان بيرفع المناعة بشكل العام بقى دكتور في الشتاء والبرد داخل علينا وعلى عيال أميز حاجة نباتات العائلة الزنبقية بصل توم كرات بصل بصل وتوم وكرات على أن يؤكلوا نيئين يبقى ببساطة شديدة طبق الصلط الخضر بتاعي اللي هو خماسي الألوان منهم لون الأبيض اللي هو بصل وتوم أساسي فيه وبعدين التوم لازم نكون فهمين إن الجرعة العلاجية أو الوقائية المؤثرة هي 30 جرام يعني في اليوم في اليوم يعني راس صغر نارة طيب أنا ماينفعش أخذها ومرة واحدة بزاة الستات يعني بطل كلنا ستات ورجالة وعيال يعني بنعمل إيه فقدم بنقى السمعة 3-4 فصوص مع طبق الفول الصبح 3-4 فصوص مع شوية الصرط الخضرة 3-4 فصوص مع الطماطم المخللة الموتوم وكمون 3-4 فصوص مع البدنجان العروس اللي هو المخل اللي بنسلقه ونشقه هو البدنجان إيه فويده بالضبط يا دكتور عشان سؤال رائع أشكر حديك عليه البدنجان فيه مركب عضوي نادر اسمه أسيطايل كولين ده مادة في منتهى الأهمية لتوصيل كهربط الدماغ والبحثين لقوا إنه بيأخر ظهور الألزهايمر وإحنا نظلمينه وربطينه بالجنان هو بالفعل ما نيجي نفكر إيه اللي ربط البدنجان بالجنان أي بالقدرة العقلية لا ده يعتبر هو الحل بتاع ده لأنه كان بيوصف للي عندهم مشاكل عقلية فأصبح إنه يقولك ده بدنجان لأنه هو أصلا بيحطوله البدنجان بجرعة كبيرة في أكله طبعا يبقى المفروض إن أنا يعني اسمهيل إحنا النهاردة محتاجينه أكتر من أي وقت مضى وظلمنا البدنجان ظلمنا البدنجان وإحنا باقينا اللي محتاجينه يعني النهاردة يعني مش عايزين نقول إنه مستوى الأمور العقلية بيتوسعة شوية خلاص بقى يعني أعمل معنا في بطن الشاعر بالضبط كده فأنا دكتور فيه ما شاء الله سأله كثير جدا فأحاول يعني أخد سؤالين في كل مرة يعني فيه مثلا حد بيسأل إيه التغذية الغير مضرة للكلة دي بوبوس وفيه بوبوس غير بوبوس فيه بيقول نادية بتشكر يا نادية من الأردن لما باكل الغذى بحس ببرودة يعني لما بتاكل جسمها بيبرد وده بقى أصبح شيء كل يوم بيحصل فعندنا سؤالين نادية وبوبوس طيب هس أرد على موضوع الكلة في الأول خليني أقول حاجتين مهمين أكتر حاجة تضر الكلة إن أنا أكل حاجات فيها مبيدات مرشوشة مرشوشة يعني ببساطة إلا أنا أملكه ما بخسلهاش زي الناس يبقى لازم أخسل الحاجة كويس جدا جدا لأن أنا مش مع الفلاح في الرش مية وصابون وخل الخل مالوش خيمة قوي مية جارية وده المهم واخسل وحدة وحدة وضعك بإداية الاثنين لازم الكلام ده يتغسل كويس جدا حاجتين تانيين لمريد الكلة أو للا عايز يحافظ على كريته بنقوله من فضلك اهتم جدا بدخول البقدونس جوه أكلك سواء مع الصلطة الخضرة مع صلطة الجبنة مع التابولة وتعلمها وعملها نتبنى طبق التابولة اللي بداني في مطبخنا بالزبط كده والبقدونس شيء يحترم للغاية صحيح أو مع أي حاجة مع الجبنة البيضة حتى مع الجبنة البيضة مع صلطة الجبنة البقدونس النقطة التانية المية أرجع أحترمها والمشكلة عند خطوح كبير من الناس إن هم بينسوا المية في الشتاء ودي نقطة غاية في الخطورة خوط في الباغي طب إذا هي دي تتبنى أكل البقدونس وتشرب مية كتير تبعد عن إيه ممكن يكون مدرر الكلة عشان نخش في سؤال المعجم كل ما هو سابق التصنيع كارثة كل ما هو سابق التصنيع أي حاجة مصنعات أكل أو شرب حلو قوي طيب فيه بتسأل حضرتك بنتي عمرها سنة دو اسمها دو جمال إيه أفضل مشروبات للمناعة وعمر سنة أصلا ممكن تكون بتشرب حاجة جير اللبن عمر سنة بتاكل أكل زي البناء أدمين اللي عمره مية سنة بنفس التركيبة دي ولكن عمر سنة آه القوام مختلف دي قوام الأكل بتاعها اللي متركب كده سايل تماما يعني ببساطة هنقول لها فكرة بسيطة عايزين نعمل للطفلة الصغيرة دي الصبح بيضع عيش ركزوا بقى يا جماعة اللي عنده أطفال من سنة سنة وطالع لغاية خمس ست سنين بالضبط طفلة سنة عايزة كل حاجة سيلة يبقى ببساطة هجيب بضايا أقليها وقلبها وعملها بطماطم مكعبات صغيرة وسويها على النار كويس قوي هتبقى سيلة وفت فيها حتة من لبابة العيش وخليني في العيش البلدي أفضل وهرسها لحد ما تبقى صيصة على الآخر شعرة ملح وديها للطفلة بالمعلقة ببساطة شديدة شعرية بلبن أنا كده خدت شعرية أدي مادة نشوية لبن بروتينات انت بترجعنا لزمان قوي يعني مبيدل جدا وجلت بالضبط يا فندم واللي أجمل بليلة باللبن احنا نسينا أصلنا عايزة أقول فيه جيل ما يعرفش أصلا يعني يبليلة يا دكتور مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة البطاطا يا فندم أما تتاخد تتأشر بمعشارة البطاطس وتتسلق في شوية مياه صغيرين على قدها وعلى بالما هتستوي هكون المياه قصرت تتهرس الكلام ده كويس وعليه تحط عليها أي حاجة اللي العيال مسمينها السويت بوتاتو ماشي السويت بوتاتو ماشي مجراش عاجل اذا موازم يسوك ونادية اللي بتسأل إنها بعد كل وجبة جسمها بيبرد جدا يا فندم بعد الأكل التقيل الدم بيتساحب من الأطراف ومن المخ وبيدخش يتركز على الجهاز العظمي عشان كده الناس كتيرة بعد الأكل بتحس إنها بتسأع زي الأخت نادية أو بعد الأكل يقولك أنا معادش عندي تركيز أو وخمت ساعة الأيالة عايزة أحط دماغي مش عارفة أرفع جفني كل الكلام ده ده أعراض طب الناس اللي زي حالتي كده إحنا من الناس اللي ممكن أنا أأكل أعمل كده تمام ناخد إيه عشان أو ناكل إيه ونشرب إيه عشان نزود شوية التركيز والطاقة السؤال حديث رائع جدا الناس اللي بتبقى زي كده بنقول لهم التلات وجبات أنقلل حجم الواجبة ونقسمهم على الخمس وجبات يبقى كل أربع ساعات لإيه أكلة بس أزبط معاد الأكلة على دقة الساعة بديه بديه عشان أزبط الساعة البيولوجية أبقى أنا أخدت كمية أكل قليلة المعدة ما تحطش فيها بالك كبير الدم مش هيتسحب كله من كل أطراف الجسم وكل أربع ساعات هاخدش هيئ ده يعتبر حلها طيب بنور أشرقت من الجزائر أهلا بيك يا بنور أو بنور عايزة تعرف مأكلات تساعد في تدفئة الأطفال وبالمرة بعرضه آية أحمد أهلا بيك يا آية هل فوايد دبس التمر مفيدة لعلاج الأنيميا؟ بنور الحقيقة أنا هبتدي بإيجاب تدفئة الأطفال تدفئة الأطفال وتدبس التمر أو الحقيقة طبعا الكلام ده مش مظبوط قوي لو في مشكلة أنيميا يبقى بتيجي نتيجة حديد أو متصاصل حديد أو المكونات الأخرى أسرع وأسأل وأقوى طريقة كبدة 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 تتعامل بأي طريقة في الدنيا إلا الردة تحطش فيها ردة لأن الردة الألياف اللي فيها هترسب لي المعادن اللي في الكبدة والكبدة فيها معادن ينبغي أن أنا أنحنلها فيها حديد فيها السيلينيوم فيها الزنك وضاد أكسادة دي حاجات تحفى يعني يبقى حرام عليها ومش نية طبعا لا طبعا مستوية ولا نية لا طبعا تكون مستوية بس بأي طريقة إلا الردة إلا الردة طيب وبنور اللي بتسأل على أكلات تدفي الأولاد السؤال كويس خالص لازم معلش ما أحطرمي الشديد لها الأكلة هتتركب بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها السلاسية الأبعاد وكل شيء يتخذ في الموسم بتاعه أنا عندي إيه؟ عندي ألقاس كخضروات عندي بطاطة عندي جزر عندي 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 ببساطة شديدة لو هم في سن يعني كبر شوية السحلب المشاريب بتاعتنا بقى تعتبر مشاريب الشتوية سحلب حلبة إرفب جنزة بي كلها حاجات بيتي وسهلة تكون موجودة في أي بيتي بيتي بزبط حاجات من شأنها تدي تنشيط لو أطفال يعني زراف وبينضغوا شوية على القرفة رشة سم سم سغيرة رشة سم 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 سغيرة حلوة تدي طاقة كويسة زائد السعلب زائد الجنزة بيتي حلوة كبر وصغيرين والله يا دكتور طبعا والحلبة 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 بتعمل ريحة بيقول مش مهم نبقى نستحمى بس صحيحتي أهم بالظبط جدا صحيح كلام منطقي طبعا طيب مننا بتقول يا دكتور طفلة عندي عمرها تسع سنين عندها شهية مفتوحة جدا ما شاء الله ووزنها حوالي تلاتين كيلو ومش عارفين نمنعها عن الأكل فهل نعمل لها تحليل ونتعمل معها ازاي ودي شكوى بقيت منتشرة عند كتير من الناس بذاتنا عن تشار الأكل السريع بتاع الشرع والجنك والحاجات دي تمام سؤال كويس جدا سمنا مبكرة ومفروضة مزبوط فقط بس تلاتين كيلو مش كتير على سن تسع سنين وخليني أقول لها إن البنت تم توصل 11-12 سنة يعني مع سن البلوغ كمية الأكل هتقل أنا تمنى زيني لا إنها مع الأكل هتقل ده نمرة واحد نمرة اتنين طيب أنا خليني لا ده أنا أنا عايز أحل دلوقتي للموضوع ده ببساطة شديدة عفوا ببساطة شديدة السن ده له أربع واجبات في اليوم بين كل أكلة والتانية خمس ساعات أوكي والواجبات في موعيد سبتة مع دقة الساعة جات الساعة كذا بتاعت الوجبة تفضل يا حبيبتي شوية حسم في الموضوع لا حزم بالده دروري حزم وحسم مظبوط فن طيب بره الوقت دوت أنا عايز أكل أهنا يا حبيبتي حاضر أما تيجي الساعة كذا تعالش شوية خيار مثلا ورق خاص كده هيأثر على شهية وحجم المعدة بتاع الوجبة اللي بعدها صحيح أنا عايز ما وسعش المعدة عايز أبتدي المعدة تكش لأن المعدة كل ما أنا هديها واجب صغيرة هي هتبتدي تكش هتبتدي تكش وإذا حل يعتبر مثالي للي بيقولك أنا ما باشمعش هو حل مثالي للأطفال اللي احنا مش عارفين نتحكم فيهم وإحنا كمان ككبار لأعاوزين أن احنا نقلل الوزن دي بالتكرة رائعة طيب دكتور احنا بصراحة حضرنا لك فيديو في مصطلحات ومفاهيم الشارع المصري عن بعض الأكلات اللي احنا سألناهم شايفين أنها بتدفي في الشتاء احتمال نسمع مفاجآت وشايفين من إيه اللي بتكلوه وبيعالج البرد احتمال تسمع ضرر فنشوف التقرير اللي جاي ونرجع نسمع رأي حداك بعد التقرير اتفضل يا فنشوف ايه أكتر وصفة أو أكلة غريبة سمعتها بتحسن من مناعة الإنسان في نزلات البرد ليمون بالجنزبيل ينسون عسل على ليمون مية سخنة دي حاجة بتكون مناعة وبرضو بتبنع البرد أو بتقلله أنا والدتي إذا تنصها تعمل الكلام ده بتعمل الجنزبيل على القرفة وتيجي تحط لن عليه عسل نلازم نشربه والعسل بيبعمل طبعا كبس بيبطع ما حلو في صراحة كوي هحط آآ بنجر هحط آآ 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 أفوكادو هحط آآ 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 نعناع كمان نعناع حلوة قوي كل يعني الحاجات اللي 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 قدر زي الجرجير والنعناع كل والخيار كل دول بيتحطوا مع بعض وبيتضربوا طلعه مشروبي يعني حلوة قوي مفيد قوي للجسم اللمون مع القرفة مع العسل هما البرتقون مثلاً أي حاجة فيها فيتامين سي البرتقون الينسوني الجنزبيل الشرب الخضار مثلاً الحاجة بقى السخنة العتس مثلاً الناس بتحيب العتس ده أفتر في بعض الأكلات بنضيف عليها بعض التوابل اللي بتحفز المناعة زي الجنزبيل الكركم القرفة القرنفل بتاكل بصل الخضروات والشربة والشرب عامة أي أمة مصرية أول ما ابنها بيعيب تعمله شربة إذا بقى كان الشرب إزمن يعني شربة فراخ بس هي المعتدى يعني كمصريين هي شربة الفراخ شربة لصان عصفور ونعصر عليها لمون طوم بصل ممكن بقى تعمله حاجات سخنة في الوقت ده هو الواحد أصلاً لما بيبقى تعبان بيبقى مش قادر إن هو يأكل أكتر حاجة بتهزيل البرد للخضار شربة العتس الحاجات دي بتبقى مغزية جداً أي حاجة فيها خضروات بتغزي جداً المناعة وصوصاً للأطفال طبعاً بانجر مع جرجير مع حاجات كده العتس والخضار طب يا دكتور إحنا شفنا سوابت عاوز تنسي في أي حاجة منها؟ أولاً خليني اسمحيلي إن أنا أقول إن أنا سعيد للغاية لأن فعلاً كده واضح إن بقى فيه نسبة وعي جيدة بركة برنامجنا وفقراتنا وفقرت حضرتك معين طبعاً ده شيء جميل قوي إن فيه كتير قوي عايز أقول معظم المعلومات اللي اتقالت إن ما كانش كلها صحيحة للغاية باستثناء بعض مفاهيم حتت إن أنا هاخد إيه على لمون سخن هاخد مية سخنة كذا هي دي مش هتعمل حاجة لأن يا مجرد ما توصل المعدة بتبقى حرارة الشيء اللي داخل المعدة سبعة وثلاثين لأن فيه ناس برضو كان من اللي بنسمعهم خد كذا على كمون على لمون على جنزبين مش عارف على إيه دي وصفة بدأت على قهوة بالضبط لخفض الوزن طبعاً الكلام ده مش مظبوط إنما فيه ما يختص بأغذية ومشروبات الشتاء الحقيقة معظم الكلام ده كلام مظبوط جداً بس خلينا أقول إن يعني عايزة أقول إنه موضوع على الريق هو شيء كويس في تطهير الحل إنما أي حاجة بتخش الفم في أي وقت محسوب عالجز عايزة أقول إن شيء جميل يعني أفضل حاجة أخدها على الريق ومتناول الجميع إيه؟ صيف شتاء صيف شتاء الشاي شاي طبعاً مش طمر مش عصير مش عسل أبيض شاي شاي ليه؟ مفاجأة الشاي أولاً فيه مراكب اسمه سيوفليم يوسع الشعب الهوائية بلبن أم من غير؟ يفضل من غير سيدة كمان يفضل من غير فيه سيوفليم يوسع الشعب الهوائية فيه فلفونايدز وبوليفينولز مضاد أورام فيه تانيك ممكن ممكن يرصب الكوليسترول لو فيه عايزة أقول إنه هو في حد ذاته كشيء حامضي ساكن بيعمل تطهير للمنطقة ديت ولذلك كتير من الناس اللي ساكنين في مناطق فيها تلوث أو حرفيين بيشتغل في التراب وأسمنت وفيه أو مدخنين بشارها ما يعرفش يفتح عينه الصبح هيقل له على كوبات شاي سخنة يبتدي بعد كده يتنفس طب وليه بلاش لبن؟ ليه ما يفضلش الشاي بلبن؟ الكازين بتاع اللبن فيه دراسة قالت هذا الكلام إن مادة البروتينات بتاعة اللبن اللي هو البروتينات الكازين بيأثر على الفلفونايدز بتاع الشاي بيخسره وفي نفس الوقت حامض التانيك بتاع الشاي اكمنه بيرسم المعادن يرسم حديد بقى ويرسم كالسيوم ويرسم مشهور ويرسم كل المعادن طب ما هيرسب لي الكالسيوم والفصفور بتاع اللبن خلينا ما متصومش فالشاي باللبن بيقلل فوائد اللي احنا ممكن ناخدها من الشاي السادة على الريق وبيقلل لي فوائد اللبن فاللبن رائع والشاي رائع أخد ده الواحد واخد ده الواحد بالزبط إذا كان هناك ضرورة إن أنا أشرب كوبات شاي باللبن الصم بقى الفهنا ما فيش أي مشكلة بس اعلم إنك لا استفنت بينا ولا استفنت بينا خدها للمزاج فيش مشكلة وبعدها يبقى خد الفوائد منفصلة يعني خلي كوبات الشاي بتاعت اللي على الريق السادة وبعدين بقى أكمل بواحدة خايم اللبن آخر سؤال بقى معلش عشان أنا بعتذر لكل الجمهور اللي بعت لنا إن شاء الله يكون معنا دكتور ماجد نزيه قريب في حد بيعاني من مقاومة الإنسولين ومش عارف إيه الأغزاء اللي ممكن تفيده وتخدمه ومش عارف يخس السؤال كويس قوي خالص أولا معلش أنا هقول حاجات عامة بس لازم يروح لحد استشارة الأغزاء يكون أمين شوي آه لأن الموضوع ده هيحتاج قاعدة طويلة ويكون مواظب معاه طبعا مستمرت الزيارات كتير طبعا بس حتة إنه أمانة لأن الموضوع ده هيخد له مش أقال من ساعة ساعة ونصف قاعدة نمر واحد أنه هو يعتمد على الكرومب بتاع السلطة لأن الكرومب فيه معدن اسمه كروميوم ده بيساعد على انطلاق الطاقة يخفض على قد ما يقدر تناوله للحاجات اللي تطلع إنسولين في وقت طويل اللي احنا بنسميها مجازا الصيام متقطع متقطع بس هو اللوه السيستم وكل واحد غير التاني يعني ما ينفعش أقول إيه أنا همشي على نظام السيام المتقطع السيام المتقطع هو وسيلة تتفصل له فلان يعني مش نظام أنا أمشي عليه صحيح بالضبط زائد يشرب مية على قد ما يقدر ده للكل للكل زائد البصل أساسي في طبع السلطة والخضر بتاعته لأن فيه هرمون اسمه جلوكونين هذا الهرمون إيجابي جدا لتمثيل جلوكوز الدم أشكرك دكتور ماجي نازيه شكرا جزيلا وربنا يشفي ويعافي يا رب كل مريد وفي ذات مرض مقاومة الأنسولين زي ما دكتور نازيه بيقول لازم طبيب باستشاري تغذية متخصص يكون معاك خطوة بخطوة يكون معاك الحالة نوارت الدنيا شكرا وإن شاء الله نكون معنا قريب في حلقة من حلقتنا ونجاوب على أسئلة أكتر واسمحونا دلوقتي هنسككم مع فاصل سريع نرجع من بعده ونكمل فقراتنا والفقرة اللي جاية لعشاق الطعام الحلق الصحي إن شاء الله خليكم أنا بعد الفاصل